قدم الكاتب فؤاد العروي بالرباط كتابه ترافع عن العرب بحضور ثلة من المثقفين والمفاكرين وذلك خلال حفل نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ترافع عن العرب يروم تحقيق ثلاث غايات تتمثل في تنديد بالرفع والبغض الذي يتعرض له العرب يومياً ورسم مصار نهضة للعرب من خلال رفض التعصب فضلاً عن المطالبة بإدماج العربي في التاريخ الكوني في هذا الكتاب أحاول إعادة تبوء الحضارة العربية المكانة التي تستحقها مع مطالبة البلدان العربية بأن تفخر بماضيها كتاب ترافع عن العرب قصة عالمية تعود إلى المصادر العظيمة التي غذت فكرة النهضة الغربية ولا سيما ألفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم من الشخصيات الثقافية العظيمة التي طورت الفكر البشري ترجمة نانسي قنقر